تقول ظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ماذا قال ولماء الأخلاق عن العدل قالوا إن العدل قيمة مطلقة لا ترتبط بزمان أو مكان أو جنس أو لون أو عرق هكذا نطق القرآن وبذلك جاءت الأديان ومعنى أن العدل قيمة مطلقة يعني أنها لا تقبل التنسيب ولا تحتمل النسبة والتناسب والعنصرية فالعدل يقام في كل مكان وفي أي زمان ومع أي إنسان أو حيوان أو نبات أو حتى الجان فكما أعدل مع حليفي وأقرب الناس لدي وجب علي أن أعدل مع غريمي ومن عديد وكما أعدل مع أهلي وناسي وعشيرته واجب علي أن أعدل مع غيرهم من الناس يقول تعالى في سورة المائدة الآية 8 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوهُ وَأَقْرَوُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بمعنى إذا كنت تكره شخص ما فلا يمنع كذلك من إقامة العدل فيه أو تحاول أن تظلمه أو تجور عليه أو تأخذ حقا من حقوقه أو تنتقس من قيمته أو تقلل من شأنه أو لا تعترف بفضله عليك إن كان ذو فضل لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أي لا يحملنكم بغضكم لأقوام أن تتركوا ثمرت الشرائع السماوية التي أرسلت بها الرسل وهي إقامة العدل في المجتمعات بين البشر على كافة الأعراف والأجناس وعلى كافة المستويات بالعدل قامت السماوات والأرض العدل أساس الملك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم